المترجم للقناة 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 وفي زعزعة التضامن اللبناني. ولهيك نشوف أنه نحن مثل ما في أحلام إسرائيلية بلشت تظهر بوقيحة وبطريقة علنية نسمع وزير بيحكي عن زوال لبنان من عندهم نسمع أنه بدون يعيدوا النظر باتفاقية الحدود وموضوع النفط والغاز. نسمع حتى يعني أنا ما بريد صدق هالشي بس واضح أنه في مؤشرات فعلية أنه بلشوا يفكروا بيباع أراضي في لبنان لبناء مستوطنات. نية باحتلال وصلوا إلى بيرون. نعم في مستوطنين بلشوا يستحلوا بيوت بالجنوب. يعني فيه شيء كتير خطير عم بيصير فيه تمادي بالوقيحة الإسرائيلية وفيه كشف فائع للأطماع الإسرائيلية في لبنان ما فينا نحن نكون متفرجين قدامه. والبقاء على الفراغ هو خدمة لإسرائيل بهالمطامع والتشتت بين لبنانيين لأنه كمان مع الأسف في لبنانيين أو بعض اللبنانيين رأهنوا منذ 7 أكتوبر 2023 على متغيرات إقليمية بتعطيهم اليد الطولة بالداخل اللبناني. ونحن قلنا من أول لحظة وإذا بتذكر خطاب رئيس التيار بـ 15-20-1-2023 كان بذكرة 13-20 بكنيسة مارلياس بأنطلياس قال بوضوح أنه لن نسمح بترجمة نتائج الحرب الدائرة في غزة على الداخل اللبناني. ما في منتصر بالحرب ممكن يفرد رأيه على اللبنانيين ولا فيه يعني مهزوم بيقدر يتكله حقه بالداخل اللبناني. وهون أهمية دورنا بالحفاظ على هالتوازن الداخلي وعلى الإدراء على حماية الوحدة الوطنية. مارتين حكيت عن مساعي اللي وقف إطلاق النار بدأت من نيسان الماضي من خمسة شهر لليوم. يرد فيك تفنديلنا أكتر هذه المساعي. ولماذا يعني لم نصل إلى نتيجة علماً أنه اليوم حقيقة نحن بحرب مع هذا العدوين الإسرائيلي اللي هو جداً عنيف ومعامي تركشيم نشاهره ونحن أيضاً بحرب مع الوقت يعني نحن الوقت منه لصالحنا بقى وبالتالي عم نشوف هذه الحركة الديبلوماسية والسياسية الوازعة داخلياً. واضح أنه الإسرائيلي يعني ونتانياهو ما عم بيرتدع وما عم بيرد حتى يعني بالمطارح يلي صار فيه تنسيق معه بمواقف مثل ما صار مؤخرة بموضوع البيان المشترك الأمريكي الفرنسي واللي انضمت إله عشر دول أخرى بالتنسيق مع نتانياهو رجعت اللي رفضوا لوقف إطلاق النار. فإذا نحن لأنه كنا شايفين مخاطر هالحرب يلي جاية على بلدنا بـ 8 نيسان أرسل رئيس التيار كتب إلى كل الدول الأعضاء بمجلس الأمن عبر سفراتها بلبنان إلى كل الدول الأعضاء بليونيفل يلي هي بتشكل قوة حفظ السلام الدولية بجنوب لبنان وإلى رئيس مجلس النواب دولة الرئيس بري إلى رئيس الحكومة المستقيلة دولة الرئيس مئاتي وإلى وزير الخارجية معاني الوزير عبدالله أبو حبيب كل هدف هالرسالة كان شارح أول شيء مخاطر الطمع الإسرائيلي بلبنان مخاطر ربط الساحتين بغزة والجنوب والمطالبة بظل صدور قرارات لوقف إطلاق النار بغزة صرنا نحن بلبنان يعني عم نشارك بالحرب ولكن ما في قرار أمامي يحمينا أو يجنبنا التصعيد وبالتالي كانت الفكرة إنه إذا منقدر ننتزع قرار خاص بلبنان لوقف إطلاق النار منكون عم نجنب لبنان التداعيات يلي مع الأسف يمكن وصلنا لها وبالتالي هذا شيء بعد وصالح اليوم لم نلقى أذان صاغية بوقتها ولكن هلأ إذا شفنا يعني الوعي والمشترك يلي صار عند المؤسسات الدستورية اللبنانية من رئاسة مجلس نواب إلى رئاسة مجلس المزارة وباقي المكونات السياسية إلى أهمية وقف إطلاق النار هلأ طبعا إحنا مش ساتاجين ومنعتقد أنه لحظة بيصدر قرار وقف إطلاق النار بتم تنفيذه وتطبيقه وفي كثير قرارات لمجلس الأمن تخرق إسرائيل يوميا من نسلين صحيح بس ما في شك أنه هالشيء أولا بيحرج المجتمع الدولي لأنه بيخلي يتحمل مسؤولية وما يدل ساكت هالسكوت المعيب على كل هالمجازر والإبادة الجماعية اللي عم بتصير والقتل بحق المدنيين الأبرياء حكيت أنه كنت أرسلت كتب إلى الخارج الوزير بيسيل كان تكلم عن مخاطر هذه الحرب وعن مخاطر جبهة الإسناد وعارض الوزير جبران بيسيل بشكل كتير شرس جبهة الإسناد لغزة من أول ما ربط حزب الله لبنان بما يدور في غزة هل تعتقدون أنه أخطأ الحزب بمكان معين وهو بيتحمل ما وصلنا إليه اليوم من عدوان عنيف؟ أولاً نحن قلنا أنه موقفنا معروف من هالموضوع ولم نقله في حينه من باب التحريض على مكون لبناني ولا من باب إضعاف المقاومة اللي نحن دايماً لطالما دفعنا عن أهمية معادلة الردع القائمة من 2006 لحد تشرين لـ 2023 وما فينا ننكر أنه على مدى كلها سنين 2006 لـ 2023 عاش لبنان بنوع من الأمان من العدوان الإسرائيلي بموجب معادلة الردع القائمة وشفنا مفاعلة حتى بالأمور الديبلوماسية من ترسيم الحدود وموضوع النفط والغاز وكننا دايماً نتغنى فيها وكننا نقول نحن أنه خوفنا من ربط السحات هو إضعاف هذه المعادلة الردعة نحن بنعرف أنه إسرائيل لا تحتاج إلى أعذار لا يكون عندها أطماع في لبنان وشفناها بكل المراحل بالخرقات الجوية والبرية والمائية اللي بتعملك اليوم بمحاولة سيطرتها على موردنا بتقويد أمننا واقتصادنا يعني ما عنا شك بناوية إسرائيل واليوم عم نشوفها بعد عم تتظهر أكتر وبالتالي ما بدنا نربط يعني عم تحكي عن تحميل مسئولية وعن نحن اليوم بمكان آخر بعيدا عن تحميل المسئولية في واحد يتفهم عسكريا في شي بسموه استباق للأحداث وفي نظريات مختلفة نحن اليوم مش بموضوع يعني نجادل سياسيا نجادل عقيم في أمر واقع نحن هلأ بمواجهة توغل إسرائيلي بري يلي هو انتقال لمرحلة أخرى مختلفة تماما مش عم قول اللي ما قبله ما كان مهم وما كان مؤذي للبلد بالعكس يعني بفتكر كبدنا شهداء على شهداء من الشاشات اللي عم تنقل كل يوم مظاهر التدمير والقتل والتهجير الممنهج للناس ولكن كمان التواغل البري بينقلنا لمحل آخر ليش أول شي نحن نعتقد أنه ما رح يكون نزهة للإسرائيليين وأكيد يعني فيه يعني فيه يعني فيه مخطط أكبر يعني فيه إدراء للبنان عبر مقاومته بيعني منع أو ردع أو تأخير هيدا التواغل تؤمنون بهذه القدرة لربما يمكن اليوم لمسناها بالعدائسة لما صار صحيح بنفس الوقت عندنا مخاوف أنه هشي يتحول لكابوس حقيقي لللبنانيين ما بعرف حضرتك من وين بس أنا أنا منشوف وأنا منشوف وأنا بتذكر يعني بالتنينة وثمانين كان عمري خمس سنين وبتذكر مشاهد الإشتياح الإسرائيلي وبتذكر بعدين بسنين اللي بعدها شو عناينا مع بعبر خلدي لنقطع على شوف يعني فكرة المعابر فكرة الشريط الحدودة فكرة المعتقلات لهاك مبارح رئيس التيار قال لازم نتذكر التاريخ ولازم نشوف قديش هيدا الأمر ممكن يكون مئزة فكرة إنه إسرائيل مش بس تحتل أرض تحتل القرارب لبنان يعني أنا بتذكر كتير من الناس حوالي لأسبوع الماضي بس سارت إسرائيل تقول يعني نحنا من قرر أي تيارة بتنزل و أي تيارة تطلع من مطار بيروت شو في أكتر من هيك أنت هيك للسيادة يعني بعد ناقص يكون عنا إذن من إسرائيل إذا بدنا إذا إذا بدوا تيارة تقلع من مطار بيروت بقى كل هالمشاهد بتخلينا يعني نكون عن جد عنا خوف حقيقة على بلدنا ولهيك من لقي إنه حماية بلدنا من هالشي بتبلش بحماية الوحدة الوطنية بتبلش بالابتعاد عن الأوهام لأنه في ناس سواهمين بلبنان أنه ممكن وجود احتلال إسرائيلي أو سيطرة إسرائيل على القرار لبناني ممكن يسهل لهم أجندتهم سياسية داخل البلد أو نحنا رح نكون حسن مانيع بواجه هذا الشيء وأهم شي بتخلينا نفكر أنه بلا ما نخدم إسرائيل بالإبقاء على الفراغ برئاسة الجمهورية أنه نروح نفكر سوى ونتشاور لانتخاب رئيس توافقي من هون بتشوفين نعم نعمل كل هالحركة من هون بتشوفين عودة وزراء يلي هني كانوا يعني يتخلفون عن جلسات مجلس الوزراء ومعاطعين ونحنا دعمنا قرار عودتهم لسببين أساسيين مش بس أن الوضع استثنائي وحال الحرب أكيد الوضع استثنائي وحال الحرب بس في كمان هدف من العودة أول شيء إظهار هالمظهر الموحد للدولة اللبنانية لأنه أنا بعرف كل وزير عم يعمل يمكن شغله منه لحاله بوزارته وفعليا العودة إلى الحكومة ما رح تزيد من إمكانية الاستجابة لحاجات الناس بس رح تعطي هالمظهر الموحد واحد الاثنين والأساس هي أنه نحن أطلقنا شعار ومنتمنى ما يكون شعار وهو يعني ينتقل للتنفيذ أنه لازم كل البيوت تحدث رح نرجع على هذا الشعار وليس مفروض يكون في حدا من دون سأف مضطرة انتقل إلى عائنتين الاستماع إلى تصريح النائب الياس بوصعب استمعنا إذن إلى تصريح نائب رئيس المجلس النياب الياس بوصعب مواقف جدا مهمة صدرت بعد لقاء النواب المستقلين مع النائب فريم والنائب ميشيل ظاهر بعد لقاء الرئيس بره هناك يعني الأمور اختلفت الرئيس بره ليس مصر بقى على الحوار بيقول بوصعب معد متمسك بالحوار وهناك نوع من المرونة بعد ما شجب أغلبية شجبت أغلبية الكتل هذه الحرب ويعني سناد الجبهة اللبنانية مع جبهة غزة تعليقك على ما سمعناه من النائب بوصعب وايكا في نوع من الاستغراب أنه اليوم في أربع نواب كانوا سابقا بالطيار الوطن الحر اليوم عم يتحركوا لوحدهم أول شيء أي كلام بيصد بيضمن الضرورات اللي حكينا عنها من الوحدة الوطنية وحماية لبنان وانتخاب رئيس والاستقرار الأمني نحنا من نرحب فيه ومنعتبر هيدا الكلام الحكيم والصائب أن يقوم أن تقوم مجموعة من النواب يعني بزيارة رئيس المجلس كنواب مستقلين وأمر طبيعي بعد خروجهم من التيار الوطني الحر خلص التعليق طيب اليوم سمعنا من بوصعب أنه الرئيس بر ليس متمسك بالحوار هناك ضرورة لعقد جلسات ونواب يتحملوا مسؤولية ويذهبوا إلى انتخاب رئيس اليوم أي اسم بيطرحه التيار الوطني الحر خصوصي وأنه مبارح سمعنا لتصريح الوزير جبران بيسيل بضرورة انتخاب رئيس وبتسقط معه كل الشكليات لأنه نحن اليوم بيضارف استثنائي وبعد وين مش ممكن أنه يستمر أكيد التيار الوطني الحر من أول الطريق من أول بدايات الفراغ الرئاسي ولا مرة طرح أسماء لأنه كان الهدف هو التوافق هكذا كان بالتقاطع مع قوى المعارضة على اسم جهاد أزعور هكذا كان بأي نقاش مع الفريق الآخر وبالتالي قبل الدخول ببزار الأسماء لأنه مثل ما بتعرفي الدخول بالأسماء أوقات إذا ما فيه توافق على المبدأ أو على البرنامج بيصعب المهمة أو بيصير كل فريق بده بده اسم يا من جينبو يا هو بيرتح له يبدو أنه اليوم عم ننتقل لمرحلة وين أغلبية الكتل النيابية يعني مثل ما عم نسمع هالتصريحات صارت مقتنعة بضروري التوافق على انتخاب رئيس ألا شكل التوافق ضمن نقاش ضمن حوار بجلسة انتخاب ما بعود مهم مثل ما قلنا لأنه الأساس أنه نوصل أكيد بس نتقدم ويصير فيه يعني قبول ورغبة من أكتر من فريق سياسي اللي هنا بيشكله الكتل النيابية بمجلس النواب رح ننتقل حكما للحديث بالأسماء بس الواضح أنه ما فيه إمكانية لأي طرف أنه يفرض رئيس على طرف آخر واللي ما قبلنا فيه قبل الحرب وقبل هالمقاسي ما رح نقبل فيه بعض الحرب وبعض المقاسي لأنه هلأ الحاجة أكبر مثل ما قلنا للتوافق على رئيس أو منترك موضوع الأسماء إلى حين يعني بدء المشاورات الفعلية والنقاش بين هالكتل النيابية منذ بضعة أيام جرأ اتصال بين الوزير بسير والوزير الفرنجية هل تحسنت العلاقة أو هل ممكن يمشأ الطيار بأسم فرنجية بالرئاسة نحن دايما بكل مفصل سياسي وتعرفي بوقت تم الاتصال كانت حركة اتصالات عديدة من بعد يعني الهجوم على الضاحية واستهداف سيد حسن نصر الله وبالتالي كان بإطار رص الصفوف وتطمين كل الأفريقاء والتنسيق معهم للحفاظ على الوحدة الوطنية الاتصال بالوزير الفرنجية كان بهالإطار دايما نحن بالتيار يعني قد ما تكون الخلافات السياسية وقتا يكون في لحظات وطنية حرجة ما عنا حرج أبدا أنه نمد إيدنا ونتواصل مع أفريقاء نختلف معهم سياسيا هذا شيء ما بيعني أنه نحن غيرنا رأينا بموضوع رئاسة الجمهورية أو غيرنا مقاربتنا ولكن ما في سبب ليكون مقطوع الاتصال مع أي فريق يعني بعده رفض اسم فرنجي قائم من قبل الطير حتى لو صار فيه متجسور أو نوع من التوافق يعني نحن اليوم مش بوارد نحكي برفض أو قبول عم نحكي عن رئيس توافقي واضح أنه الوزير الفرنجي ليس برئيس توافقي ما فينا نصنفضه من هالإطار كونه هو يعني مرشح فريق بواجه فريق آخر قبل ما ننتقل إلى عينتين مارتين ونستمع إلى تصريح ليسبو صعب كنت عم تتحدثي عن عودة وزراء الطيار إلى جلسات المجلس الغزراء وذكرت أنه هذه العودة اللي شفناها مؤخرا ليست مرتبطة بس باستثنائية الظرف إلا أنه عم تجربوا تفرجوا مظهر موحد وهناك شعار ما قدرنا نكون عم نستمع لقيله عم تأملوا أن يكون يعني ما يبقى شعار إنما يتنفذ على أرض الواقع شو هو هلا بس خليني توقف عن تسمية وزراء الطيار حتى ما يصير فيه لغط يعني هني هني منهم وزراء الطيار ولكن حكما بالموضوع السياسي هني كانوا وزراء سميهم رئيس الجمهورية وهني قاربين من الطيار ولكن هني بيعبروا عن رغبتهم بالعودة أو عدم العودة ونحنا مندعم هيدا الأرار الأمر الثاني أنه نحنا عم نقول أنه مش مقبول بس أرار عدم الحضور عفوا ما كان صادر منكم ودحديدا من الوزير جبران بيسي نحنا عنا موقف من دستورية انعقاد جلسات مجلس وزراء وهيضا وضح إذا الوزراء مقتنعين بهالموقف ويكت تسأليهم يعني كل شخص عنده يعني استقلاليته بيقدر يعبر عن هناك تنسيق لأنه لما يغيب التنسيق شفنا شو بيكون مصير الوزير أو النية بالطيار صح لا هي الأساس أنه في موضوع دستوري يمكن هلأ مش الوقت النقاش فيه وفي أو في وزراء لأنه حارسين على الميثاقية وعلى الدستورية محبوا يخرقوا هيدا الشي اليوم مثل ما عم نترفع عن الشكلية بكتير إشيا ونحنا دعمين فكرة عودة لوزراء ولكن الأهم هو أنه مثل ما عم نقول ما رح نقبل ينزل لبنان باحتلال إسرائيلي جديد أو بقرار أو سيطرة إسرائيلية على قراره مع منقول كمان أنه ما رح نقبل ينزل المواطن لبناني نازح مش مقبول يكون في بعد لليوم مواطنين من دون سقف مش مقبول أنه يكون في مواطنين ما عندن مقومات الأساسية للحياة من أكل وإيواء وطبابة ورعاية وغيرها وبالتالي في مسؤولية وهيدا حمل ما فيها تحمله لا جمعية أهلية لحالة ولا حزب سياسي ولا ولا تنظيم يعني قد ما كبرت قدراته اللوجستية والمادية هذا الشي بدأت تحمل الدولة المسؤولية ومسؤولية الحكومة يلي يعني بتقول إنه اشتغلت على خطة الطوارئ وغيرها إنه نشوف ترجمة فعلية لألا بمساندة أكيد المجتمع الدولي لأنه كمان الإمكانات صعبة ولهيك نحن مع عمل كل وزير بوزارته بالشكل متعلق فيه لازم يكون في عمل مشترك إلو وعلاقة بمنع الزل عن الناس وتلبية حاجات الناس بهذه الزروف وهذا الشعار اللي رفعت وأنه تبعد الزل عن كل مواطن لبناني طرق إنه يترك بيوته وأرضه صحيح لحتي يأمن على حياته نحن قلنا إنه أمام هالمأساة الكبيرة ما فينا إلا ما نكون إيد وحدة ما فينا إلا ما نقول إنه متل ما منقبل ولا شبر ولا متر من العش 1452 تجي تحتلهم إسرائيل أو أو تقدم منهم ما منقبل كمان أي مواطن لبناني إنه ما يكون عنده أبسط حقوقهم أمنة وبالتالي قلنا حتى بيوت الله يعني من من كنيس وأدريا أديرة قلنا إنه بيوتنا هي بيوت بيوت النازحين وما في نازح ومضيف نحن ببلد واحد كلنا ضيوف عن بعض وقت يكون في أزمة وفي شدة ولهيك في عنا واجب وطني إن كان كأفراد أو كجهات سياسية أو كجهات رسمية إنه نحمل مع بعض هالحمل تقييمكن اليوم لخطة لجنة الطوارئ قبل ما نستطرد ونحكي عن معاناة النازحين وكيف أنتوا عم تشتغلوا على الأرض يمكن من المبكر التقييم بيدقها بس أكيد مش مش سعيدين كتير بالمشاهد يلي منشوفها على شاشة التليفزيون بوقت في عيال بعضها عطرقات أو بعضها بسياراتها أو في مراكز إيواء مش قدرة بقى تستقبل لأنه بلغت حد الظروي ما بعرف إذا ما حصل فاق كل التوقعات وخطة الطوارئ يمكن كانت معمولة لحجم تهجير معين وبيوتيرة معينة ممكن ما كانت تتوقع أنه يصير هالحجم الكبير من التهجير المتعمد وبالتالي هلأ الوقت لإعادة النظر إذا فيه يعني ما كان من خلل بالخطة إذا فيه إمكانيات ناقصة أنه يتم التواصل مع الدول المانحة والدول الصديقة للبنان شفنا على كل حال بلشت بعض الدول يعني مننا لحالة تقدم مساعدات طبية بس بعدنا عم نحكي بأرقام كان مادية ولا عينية بعدها غير كافية لتسد الحاجة الموجودة ولهي كلنا لازم نتساعد بأي طريقة ممكنة لحتى يكون في استجابة لها عم نحكي عن مليون ومائة ألف نازح هذا الرقم حدثه اليوم رئيس مئاته كيف عم تشتغل اليوم على الأرض ست مارتين خصوصا وأنه الشمال خلينا أقول يعني هو عم يتحمل لعب الأكبر نحن نعرف أصلا أدي الشمال أساسا قبل الحرب وقبل هذا العدوان يعاني مادية كل المجتمع اللبناني من قبل الحرب صار له سنين يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة المفارقة بين اللي عم بيصير هلأ أو الألفان وستة أنه الألفان وستة كانت الناس عندها أكسية على مصرياتها قدرة تتحرك قدرة تقوم بحالة والناس اللي محتاجة هي كانت يمكن أقل اليوم في استحالة عند الناس أن تقوم بحالة واضح الأعداد اللي عم تجي على مراكز الإيواء كتير أكبر من المتوقع يمكن بالألفان وستة كنا نشوف ناسين يروحوا يستأجروا بيوت لحالهم وعندهم إدرة مادية يوم حتى ما في هذه القدرة ما في هذا الطرف أو يسافروا أو غيرها اليوم كتير أقل على كل حال وبالتالي أن الداعي أنه نحن كتيار وطني حر عم نقدر نسد كل الثغرات هو أمر غير صحيح بس نحن كمان ما فينا نكون متفرجين ولهيك عم نشتغل على عدة قصائد أول أول شيء عم نشتغله وهو كان يعني بأول أيام النزوح وبعدنا كل يوم منعالج هو يعني معالجة أي تشنج ممكن يخلق لأنه في أصوات مع الأسف عم بتكون عدائية من الطرفين أوقات في فوضى زائدة ويمكن مبررة عند الناس اللي ترك بيوتا ومسكرة الدنيا بوجها وبدأ أي شيء حتى تقوي حالها وفيه بنفس الوقت تشنج أوقات مفتعل نتيجة هالانقصام الداخل اللي كان حول فكرة الحرب ككل نحن دورنا كتيار أنه نمنع أي تشنج يسير نساعد على القليلة بالدعم السياسي وقتها فيه لزوم نفتح مدرسة أو يعني نعطي غطى سياسي بهالمعنى الآن بالشق المادي كمان نحن معروف أنه إمكانياتنا محدودة ولكن بدل في كتير فعالة خير وفيه همة ونخوة هيك نحن مسميها نخوة عونية أنه الناس بين بعضهم بيساعدوا بعضهم كل حدا قد ما بيقدر هو يساهم بيعني مساعدة نازحين إن كان بالإيواء من خلال اتصالات مع بلديات مع مؤسسات يعني منقدر نتواصل مع أو من توزيع بعض المساعدات العينية من فرش وأدوات تنظيف ومواد غذائية وغيرها ولكن بالحجم يعني مثل ما بيقوله مقدور عليه بس بفتكر الدور الأساسي والأهم هو أنه نكون فاعلين بهالدينامية السياسية الوطنية لإنقاذ البلد إن كان من خلال انتخاب رئيس توافقي أو من خلال يعني وقوف كمان الحكومة على حاجات الناس ومساهمتنا بهالاستيجاب بشكل عام بملف النازحين والإغاثة هل عم بيصير في تنسيق بين الطيار وبين قيادة أو قيادات حزب الله بموضوع الإغاثة بعمليات الإغاثة للنازحين هلأ هو التنسيق عم بيكون أكتر شيء مناطق لأنه حكما بكتير مناطق مختلطة في عمل مشترك أو في تنسيق وحتى الناس بتعرف بعضها وبتساعد بعضها بس ما عم بيصير فيه يعني بالمعنى إذا بدك المركزة تنسيق كبير نظراً أول شيء لظروفنا يلي يعني ما بتسمح لنا إمكاناتنا أنه نعمل خطوة كتير كبيرة وبنفس الوقت ظروف الحزب يعني الأمنية والعسكرية وغيره إذا نرجع للمشهد العام لـ 27 أيلول بالتحديد يوم اغتيال السيد حزن نصر الله كيف تلقى التيار هذا الخبر خصوصي وأنه حزب الله يعني حليف مهم بالنسبة للتيار شوفي بغض النظر عن يعني علاقة التيار بحزب الله والتفاوت بالبرودة أو بالسخونة بالعلاقة بحسب اللحظات السياسية أو المواقف السياسية ما في شك أنه أنه خسارة شهيد سيد حسن نصر الله هي خسارة وطنية مش بس التيار تلقفها بأسا وبي يعني حزن كتير كبير كل كتار أنا أنا بقدر أقول يعني كل اللبنانيين حتى يلي كتير تاريخياً يعني بيتقارعوا هني وحزب الله أكيد ما كانوا بحبوا يشوفوا هالشي سير وهيدا آخر شي يعني يعني التعاطف أو الإحساس بالخسارة هو لازم يكون على المستوى الوطني ما فينا نقبل فكرة أنه تجي إسرائيل تقضي أو تمحي أي شخصية وطنية أو أي إنسان يعني مدني كيف إذا كان شخص بمستوى سيد حسن وبالتالي مثل ما قلت هيدا الشي يعني بيسبب حزن عميق بيسبب خوف على البلد ولهيك شفت التحرك اللي عم نقوم فيه هو بإطار محاولة يعني تجنيب لبنان تداعيات هيك حدث والتطورات العسكرية اللي صارت هي أكيد يعني نتيجة هالاغتيال وقدرت إسرائيل أنه أنه توصل لهال خرق الكبير يمكن عطيتها نوع من الفائد القوة وريحتها وحست حالة أنه يمكن ولا قادرة تشتاح جنوب لبنان وقدرة تغير صورة لبنان مثل ما عم يدعوا وقدرة تغير النظام بلبنان والشرق الأوسط بس مثل ما قلت ببداية الحلقة نحتم مقتنعين أنه لن يكون هذا الاشتياح نزهة وأنه اللبنانيين رح يقدروا من خلال تمسكهم بأرضهم وعزيمتهم أنه ما يتركوا هالأرض لقمة سيغة للأعداء أنه يقدروا يقاوموا محاولات إسرائيل ولهيك منقول كمان أنه هالشي بيعني أنه هالمرحلة قد تطول ومنى بكبسة زر إسرائيل قدرة تنهيها ولا رح يكون سهل على المقاومة كمان بكبسة زر أنه تنهي هيدا العدوان ولهيك كلنا مدعوين أنه نتكاتف ونقف حد بعض لنتساعد بمواجهة هالخطر أستاذة مارتيني كثير حلو هذا التفاؤل مهمة هذه المعنويات اليوم لأهل الجنوب لللبنانيين أجمعين اللي متضامنين اليوم مع أهل الجنوب اللي هن وقفين وقفة حق بوجه العدوان الإسرائيلي بوجه المخطط الإسرائيلي ولكن ضروري أنه وهو كذ ذكرنا اليوم مع ضيف العميد باسم عفوان عبود لحكي عن قوة المقاتلين بحزب الله هو قوة الإسرائيل اللي عنده ألوية جدا متقدمة اللي عنده دبابات اللي عنده سلاح جو جدا متطور وشفنا أصلا السلاح اللي استخدموا بيه الاغتيالات الاغتيالات المحدودة المتفجرات باللاسلكة والبيجرز حلو هذا التفاؤل ولكن اليوم مع الخسائر اللي اتكبده حزب الله واغتيال السيد حسن نصر الله قد فعلا بعد بقدرة الحزب يكون عم بحقق انتصارات بهذه المعركة بوجه الكيان الإسرائيلي تشوف نحن ولا مرة منشكك بتفوق إسرائيل بالقوة العسكرية بالقوة التكنولوجية عم نشوف استخدام للأرتفش الانتاليجنس لل يعني في في مشاهد مثل موضوع البيجرز واللاسلكي مثل الأفلام يعني ما كنا منصدق انه بتكون موجودة أو وبالتالي يعني إسرائيل ومع أمريكا يعني هني أعظم قوة تكنولوجية بالعالم يمكنه أعظم إدراء عسكرية ولا ولا يوم كنا مشككين نحنا بهالإدراء وكنا ندل نقول أنه حكماً إسرائيل قدرة دمر بلدنا ولهيك نحنا كان عنا خوف من هذه الحرب أنه تسبب بتدمير بلد ما عنده مقومات للنهوض من جديد لأنه هو أصلاً بوضع سيء اقتصادي ومالي واجتماعي وأكيد منا مخشوشين أبداً بإدرة هالنظام المتسلط والمجرم والطامع والمجرم يعني ما في ما في وصف يمكن يعني شفنا شو عملوا بغزة وشو عم بيكملوا يعملوا وما مننسى شو عملوا بلبنان قبل وعم نشوف قدامنا شو عم يعملوا هلأ وهيدا الشي ما له علاقة يعني بإيماننا بإدرتنا لردع إسرائيل الشي اللي منعرفه كمان نحنا أنه عزيمة اللبنانيين ودايماً بأي حرب أو اعتداء أصحاب الأرض عندهم التفوق إذا بدك حكماً المعنوي والإيماني بأنه هيدا أرضي وأنا ما في إلا ما موت في سبيلها وبالتالي هيدا اللي بنحكي عنه ما أنه تفاقل بالمعنى يعني بيع الأوهام وعنا تجارب وأكيد وقت يصير في تلاحم على الأرض أو عمليات برية بخف وطقة التفوق التكنولوجي وبتصير أكثر الإدرة الشخصية والعزيمة العسكرية للمؤاتلين ومعرفة الأرض ومعرفة الأرض طبيعة أرضنا كمان من طبيعة مثل طبيعة غزة كلها مسطحة ونحنا عنا جبال ووديان اللبنانيين المقاومين يعني بيعرفوها مثل ما بيقولوا عن ظهر قلب وهيدا الشيء بيعطي بعض المناعة بس مثل ما قلت ما رح يكون سهل ولكن ضروري نشير إلى أنه خرقت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة أربعمائة متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتين خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة هذا البيان إذن صادر عن الجيش اللبناني إذن قوة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق لمسافة أربعمائة متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية بخربة يارون وبوابة العديسة وانسحبت بعد مدة قصيرة هذا اللي عم نقوله أنه أنه هذا الموضوع ما عنده إسرائيل الإدراء أنه تفوت بنهار واحد وتشتاح وتوصل للليطاني أو ما بعد الليطاني ولا رح يكون الموضوع سهل يخلص لهيك ويمكن يكون عمليات كر وفر طويلة بتكبتنا خسائر واشتباكات ولهيك نحن بس نحكي عن يعني تداعيات هالحرب هلأ بتوفي كل الحديث عم نرجع للألف وسبعمية واحد نحن ألف سبعمية واحد يعني ألفان وستة ونحن كان عنا تخوف حقيقي أنه نرجع إلى ما قبل ألفان يعني فترة الاحتلال وهذا اللي عم تجرب تعامله إسرائيل ولهيك ما في سبب مش من باب التفاقل ولا من باب المزيدة من باب الحرص على البلد نحن بنعرف لو مهما اشتدت الاعتداءات آخر شي هيدا صخرة الجلاء على نهر الكلب تشهد أنه كل المعتدين لو مهما كبروا مهما كانوا غاصبين رح يجعوا يفلوا عن لبنان بس بهالوقت ما معناتها ما في خسائر بهالوقت ما معناتها ما في أخطار داهمة على واحدتنا الوطنية وبهالوقت مش معناتها نحنا بنوقف متفرجين متل ما عم بصير في عمل العسكري مقاوم في عمل سياسة نحن يعني أنا شخصية لا أفهم في ولا عندي خبرة في بس بقدر على حجم وعلى نطائي وعلى مستوي كشخص وكفرق سياسة أعمل لحص مناعة بلدي من خلال أمور أخرى وساعد أكيد الناس يلي هني بحاجة لمساعدة الرئيس ميشيل عون أيضا كان عارض هذه الحرب أو هذه الجبهة المساندة لغزة هل كان بيعرف أنه أو كان شايف أنه هناك عدم كفاءة بالمواجهة بين الفريقين بين حزب الله ومقاتله وبين العدو الإسرائيلي وما لديه من قوة سيبرانية سيبرانية معلوماتية عسكرية تعرف الرئيس عون بالألفان وستة قال إنه الإنسان أقوى من الآلة وبتشبيه كتير بمقارنة كتير بسيطة أكيد الآلة عنده كل التكنولوجيا وكل كل القوة الجسدية إذا بديك أو المادية ولكن الإنسان عنده معنوياته وعزيمته وعقله وقلبه بس يكون فايد بمعركة ومش معناتها وعننا مثل ألفان وستة دمرت بيروت ودمر جنوب ولكن قدرنا يعني ندحر الاحتلال ونرجع نستعيد نستعيد قوتنا ونرسي معادلة تردع الرئيس عون مثل ناكلنا كان عنده خشي وقال إنه أنا خايف خايف على المقاومة من إنه تتأذى وخايف على لبنان من إنه يتأذى بس ما كان عنده شك إنه بالنهاية ينتصر لبنان على إسرائيل ولكن هل لازم كل مرة نحن ندفع هالتمن الغالي هل بعد شايف هذا الانتصار مارتين هلأ بني أنتو أكيد على يعني دايما على حوار مع الرئيس ميشيل عون على لقاء مع رئيس ميشيل عون شو شايف من هذه المعركة اللي عمسي بفتكر كلنا متفقين إنه إنه المعركة صعبة ولكن أن تعود إسرائيل يعني وتحتل لبنان وتسيطر على القرار باللبنان أمام معاقبات كبيرة تبلش فينا وتخلص بي آخر مقاوم على على الحدود اللبنانية ولهيك بتشوف فيها لها الدعوة للتوحد ولا يعني للوقوف كلنا مع بعضنا بنفس التصور ما حدا بيقدر اليوم يقول إنه إسرائيل ما عندها إدرة عسكرية أو ذكاء إصطناعية أو إدرة سيبرانية مثل ما تفضلت إلا تعمل أشنع الجرائم وتبيض الناس عم بتعم بتعم بتهجر الناس يعني بشكل ممنهج يبعطوا صورة لبنية بحي بيقلولهم إذا يعني إذا ما بتغادروا عم تعرضوا حياتكم تخيلي إنه بيشعروا إنه هني بروا زمتهم مجرد ما يعملوا هيك إنه هني حيادوا المدنيين إحنا بلغناهم إنه إحنا بلغنا ومشينا والعالم كله يتفرج هيدا اللي هو يعني أكتر شي مش مقبول إنه العالم عم يعتبر إنه هيدا الشي منه خارج الأوانين الدولية منه خارج مواسيق حقوق الإنسان ومنه خارج حتى قواعد الاشتباك يعني بالحروب في محرمات إسرائيل تخرج كل المحرمات والعالم يتفرج وهيدا اللي متخوف منه كان رئيس عون لأنه شايف النموذج بغزة وهيدا اللي نحن متخوفين منه ولكن كمان مندل عنا يعني إيمان بإدرة اللبنانيين إنهم يتوحدوا بوجه إسرائيل وبإنهم يعني يقاوموا خطر الاحتلال بهذا الإطار وسائل أعلام إسرائيلية أعلنت عن سقوط قتيل على الأقل جراء اشتباكات مع حزب الله عند الحدود الشمالية وهذا القتيل من وحدة إيجوز إذن قتيل جراء الاشتباكات اللي أعلن عنا الجيش اللبناني منذ بعض الوقت رح نبقى شوي عند مواقف أو نحكي شوي عن الرئيس ميشيل عون بعهده تحقق إنجاز وهو اتفاق الغاس ومؤخرا سمعنا تهديدات الإسرائيلة بالخروج من هذا الاتفاق اللي يشكل طبعا إنجاز بعهد الرئيس ميشيل عون شو لازم يعمل لبنان للإبقاء على هذا الاتفاق وبرأيكم رح يقدر الحزب لجم نية الإسرائيلة في حال فعلا كانت هائية أولا هيدا الاتفاق يعني هو ترجمة لمعادلة الردع يلي كانت قائمة بين لبنان وإسرائيل ويلي كانت تخلينا نقول إنه إسرائيل ما بتسترجي تعمل واحد اتنين ثلاثة لأنه ببالا إنه في قوة قبيلة ممكن تردع وكاننا دايما نقول إنه هيدا أحلى ترجمة لفكرة استراتيجية دفاعية إنه في تنسيق بين قوة البقاومة العسكرية والقوة الدبلوماسية والتفاوضية للدولة اللبنانية وكنا نقول إنه لازم ننقل هالتجربة لنعمل ونعد استراتيجية دفاعية تحمل لبنان بس ترجع المرجع تخلي المرجع الأساسي فيها للدولة اللبنانية وطبعا هيدا الاتفاقية على أهميتها ما شفنا يعني بعد كامل من درجاتها لأنه بعد ما سمحت يعني كان المجتمع الدولي أو حتى إسرائيل بأنه نبلش نحن فعليا التنقيب عن 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 الغاز والنفر ولكن ما بيعني إنه منا معادلة لمصلحة لبنان ومنا معادلة قوية الخوف اليوم واللي عبرنا عنه منذ سبعة أكتوبر الفين وتلاتة وعشرين إنه هيدا المعادلة تضعف وإنه إسرائيل ما تعود من فكرة إنه في رادع فعلي واللي عملته إسرائيل من من هجوم يعني شنيع على لبنان هو بفرجة إنه هي ما بقى ما بقى مصدقة بمعادلة الردع هلأ ما يحصل في الجنوب من من احتكاك ويعني نحن نستمع بس هذا الموقف عم نشوف مباشرة مشاهد يقول الجيش الإسرائيلي وطبعا عرض الجيش الإسرائيلي لتوغلات على الحدود اللبنانية ليلا وفجرا هي مشاهد عفوا إيضا لتوغلات برية من قبل الجيش الإسرائيلي عرض أيضا الجيش الإسرائيلي قال إنه لتوغلات برية بساعات الليل والفجر على الحدود اللبنانية نعم ست مارتين يعني عمليا الحرب النفسية الدائرة أكيد رح تخلي دائما يصير في بروباجاندا من جهة إسرائيل إنه هني وأصلا بتشوفي حتى لتشوفي إنه معادلة الردع بعد قائمة ولو جزئيا إنه إسرائيل حرصت إنه تقول من بداية هالتوغل برية إنه هو تباغل برية محدود صحيح ومؤقت ومش الهدف يعني احتلال أو ليش عم تقول هاشي مش لأنه مطمعة أقل من هيك بس لأنه يمكن تحسب حساب إنه ما رح تقدر تنجح بتوغل بر كامل ولهيك عم نقول إنه هيدا الموضوع بياخد جهد كبير من المقاومة وبياخد وقت طويل بدي أعتذر منك سيد مارتين رح نرجع لعندك ولكن نستمع لبيان المطارين الموارين لنبكرك بدي عود وأسألك سيد مارتين عن زيارة الوزير باسيل ووفد من الطيار إلى الديمان هنا اللي يحضروا القداس الإلهي اللي ترأسوا البطريارك الراعي وكان له موقف طبعا بعد اغتيال السيد نصر الله التقى مع الراعي ماذا دار بين الرجلين وعلى ماذا أكد الراعي للوزير باسيل أكيد نحن قلنا أنه رحنا عند غبطة البطريارك للصلاة اللي راحت نفس الشهداء على رأسهم شهيد سيد حسن نصر الله وكانت ملفتة عزة البطريارك خلال الإداس يلي أكدت على التحام لبنانيين بالشهادة حكي أنه في قاضي مسيحيين استشهدوا في قاضي مسلمين وكل حدا بيستشهد لبلده أو إيمانا منه بقضية لبلده هو يعني يزرع في بذور الوحدة الوطنية ونحن واجبتنا نحافظ على هذا الشيء وهو موقف ما أنه غريب عن غبطة البطريارك ولا عن الصرح البطرياركي بهيك لحظات وكمان نحن بحديثنا ولقاءنا مع البطريارك بعد ذبيحة الإلهية عدنا التأكيد على موقفنا ويعني حطينا البطريارك بجول اتصالات يلي كنا أمنا فيها بدءا من نهار الجمعة والتجاوب يلي عم نلقيه من كل الأفريقاء اللي عم نتواصل معهم وبنفس الوقت حكينا عن إذا بدك الضرورات الثلاثة يلي هي الأمن والوحدة الوطنية يلي هي وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس كمعالج للفراغ ومحاولة إعادة تقوية الدولة وغطية الوطريارك هو يعني مقدر جدا لهذا الموقف بيعرف الجهد يلي عم نعمله بهالاتجاه وهو أثنى عليه وهو قال أنه كمان هو عمل مجموعة اتصالات عاملنا بقائد الجيش وبمرعيات سياسية أخرى لتأكيد على أهمية خفظ الأمن ولعب مؤسسات الدولة دور في الحفاظ على الوحدة الوطنية وكمان يعني مثل ما تفضلوا بيبيان المطار اليوم الكنيسة عم تلعب دور إيجابي ودور وطني خليني أقول بإيواء الناس حين بتقديم المساعدات أنا بعرف أنه في كتير من الأديرة بكل المناطق اللبنانية من ضمنها بشوف فتح تبواب بعرف دير المخلص وغيره وفتح تبوابهم عم يستقبلوا ناس حين وحتى يلي يعني يلي ما ما عنده ناس حين موجودين بالنطاق الجغرافي عم يجري بيساعد من خلال مساعدات معينة وهيدا الشي مش غريب على الكنيسة وهو بيصل بالتعاليم المسيحية نحن كمسيحيين اليوم يمكن ما بدي أقول أكثر من غيرنا بس فكرة الشهادة فكرة التعاضد فكرة يعني إيواء المهجر فكرة إطعام الجعان فكرة يعني تقديم أي مساعدة للأخب الإنسانية أو بالمواطنة هي بصلب هذه المسيحية والأكثر من هيك الخوف من الصهيونية والتدين غير الحق تعرفي كل يومين نسمع نتانياهو بيستنجد بالتورات وبيحكي عن تفوق عرقي وعن الدولة الأحادية وأن الشعب اليهودي هو الشعب المختار وباقي الشعوب لازم تتهجر أو تنقتل وبالتالي هذا مناقض تماماً لكل معاني والقيم الإنسانية اللي تمثلها المسيحية والإسلام وللنموذج الرسالة اللي بمثله لبنان وأكيد بترك الراعي حريص على يعني إذا بديك وجه لبنان كرسالة متل ما وصفه البابا يوحنا بروس التاني وبالتالي هذه الرسالة ما ممكن تكون إلا بأنه اللبناني يكون مكان للتناغم والانخراط المجتمعي بين كل الفئات اللي بتمثل المزييك اللبنانية وحرصنا على هالتعددية هو انطلاقاً من إيماننا بلبنان الرسالة وهو بواجه ما تمثله إسرائيل والصهيونية من أحادية ومن عنصرية تجاه كل الشعوب الأخرى بظل الحرب الدائرة طلب الوزير باسيل أنه تنفتح البيوت لأبناء المقاومة في حال طولت هذه الحرب نحن نعرف نتائج هذه الحرب وتدعيتها الأنية والمخاوف من توسع مروحة الفقر وما يحمله هذا المشهد من تفلط أمنة لا تخافون من هذا النوع من التفلط الأمنة بمختلف المناطق جواب بدي لو سمحت لأنوصلنا لنهاية هذا النوع الأكيد أنه إسرائيل لا تستهدف حزب الله لحاله ولا تستهدف المقاومة لحاله هي تستهدف كل اللبنانيين وكل الناس المهجرين مش كلهم يعني عناصر بحزب الله ولا كلهم حتى من بيئة يمكن داعمة لحزب الله ولهيك مثل ما قلتلك بأول حلقة نحن التخوفنا من العبث بأمن لبنان وبالوحدة الوطنية بخلينا نكون موجودين أكتر باحتضان الناس وبث هيدا الشعور أنه كل الناس مثل بعضا وإنه إذا أنا أدرا عندي غطا وعندي سقف فقراسي يجب أن يكون غيري من أختي بالوطن عندهم نفس الأدرا وهيدا اللي عم نجرب نعم له وهيدا اللي ممكن يحمينا من أنه تجي إسرائيل كمان تلعب بالفتن الداخلية وتجند أشخاص أو أوجهات لحتى تبس بذور الفتنة وشفنا بعض النمازج ولكن الحمد الله لهلأ قدرين أنه نضبط الإقاع والاحتضان الوطني بعده موجود بالحد الأدنى وكمان بالحد الأقصى نيبة رئيس قطير الوطنين الحل شؤون السياسية مارتين نجم شكراً لألك على هذا الحوار وعلى أمل نشوفك بمناسبات أخرى بعيدة عن العضوان والعنف شكراً لألك والله يحمي لبنان واللبنانيين آمين مشاهدينا فاصل قصير ونواصل مع نشرة أخبار الثانية شكراً للمشاهدة